استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مقر رئاسة الجمهورية نائب رئيس وزراء روسيا وذلك بحضور منير فخر عبد النور وزير الصناعة والسفير الروسي في القاهرة من جانبه اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لان مصر حريص على تطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات ومن بينها التعاون لانشاء الصوامع وتخزين الغلال بما يسر التصدير الى افريقيا اخذا في الاعتبار ان مصر تقدم لروسيا فرصا واعدة ليس فقط على المستوى الداخلي وانما ايضا كمعبر لمرور وتيسير التجارة الروسية الى كل من السودان واثيوبيا في اطار ما يمثله البلدان من سوق ضخمة وفرص واعدة للاستثمار والعمل المشترك في مصر كما اضاف ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر تتطلع لاعادة هيكلة المصانع التي يتم انشاء في مصر ابان حقبة الاتحاد السوفيتي السابق اشتركوا في القناة